اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين في تقرير للموقع بوست صنعاء بلون واحد اعتقالات وحملات عسكرية وعزل الناس عن التواصل ببعضهم من اخبار اليوم استسلام عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المختبئين في مزارع الخوخة ومن القدس العربي الحوثيون يعينون وزيرا للداخلية بعد ضياع الوزير السابق المقرب من صالح واخيرا من البي بي سي ياباني يقيم حفلا بعد علمه باستحالة شفائه من السرطان اهلا بكم في تقرير خاص بالموقع بوست من صنعاء ركز على الحملات التي تنفذها ميليشيا الحوثي وعنون الموقع صنعاء بلون واحد اعتقالات وحملات عسكرية وعزل الناس عن التواصل الاجتماعي وقال التقرير لم تنتهي الحرب في صنعاء بحسم المواجهات العسكرية ومقتل الرئيس السابق صالح ولم تنتهي معها حالة الخوف والرعب والهلع التي تفاقمت لدى سكان صنعاء مطلع الشهر الجاري وبعد دخول الخلافات بين حلفاء السلطة مربع النار والاقتتال فبعد مقتل صالح دخلت صنعاء مرحلة جديدة من التوتر وذلك في سياق ترتيبات جماعة الحوثي لمشهد ما بعد صالح ومنع أي محاولات لاستئناف انتفاضة صنعاء وأي ردود فعل عسكرية أو سياسية أو شعبية إزاء تصفية صالح والقضاء على أي معارضة قد تواجهها ومنذ أيام تقوم جماعة الحوثي بمدهمة منازل أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين يعتقد أنهم من الأعضاء والرموز الكبيرة والذين يمكن أن يلعبوا أي دور سياسي أو عسكري في المرحلة الحالية في حين تمكن العديد من هؤلاء الأعضاء من الفرار باتجاه مدينة عدن العديد من العنوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم ومنها وسط استسلام عشرات الحوثيين في مزارع الخوخة الجيش يواصل معركة الحسم في الساحر الغربي والموشش والشوحط يقودان لواءين للسيطرة على الحديدة وعنوان مسافرون يشكون من معاملة أفراد نقطة مصنع الحديد وتنامي سماسر التهريب الركاب إلى عدن وعنوان ولي العهد السعودي يجمع الشيخ محمد بن زايد بقيادة الإصلاح لتوحيد الجبهة ومن أبيا مقتلوا قيادي بارز بتنظيم القاعدة في كمين أمني بالوضيع وعنوان آخر الميليشيا تقصف حيا سكنيا بمارب والجيش يهاجم مواقعها في نقيل بن غيلان شرق صنع ثمن الجهل بالتاريخ تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا في أجزاء من المقال حين كان محمد علي باشا في أوجي التجربة الرائدة التي خاضها لتحديث الدولة وبناء الجيش قدم له أحد مستشاري عددا من الكتب المترجمة عن الإيطالية والإنجليزية والفرنسية منها كتاب الأمير الميكيافلي وقال له إن قراءتها تضيء جوانب من التاريخ وقد تختصر كثيرا من الجهد والوقت على الزعيم لكن الباشا سخر من هذه النصيحة ورمى الكتب جانبا وقال لمستشاره إنه متفرغ لصناعة التاريخ ولا وقت لديه لقراءته وحين دارت الأيام ولم يعود الباشا ينعم بربيعه كانت المؤامرة الكبرى من أساطين الكولونيالية الأوروبية وانتهى المشهد إلى تراجيديا اسمها أبو قير وحين قال لويس ملك فرنسا وآخر سلالة آل بوربون إنه الدولة والدولة هو لم يخطر بباله أيضا أن الأيام دول كما قال شاعرنا العربي من سره زمن ساءته أزمان وانتهى المشهد إلى من انتهى إليه عام 1789 ومن أطرف ما كتب عن تلك المرحلة قصيدة للشاعر جاك بريفر قال فيها إن أسرة آل بوربون الفرنسية لم تكن تجيد الحساب لهذا لم تتقن العد حتى العشرين وكان يعني أن آخر لويس في فرنسا كان يحمل لقب التاسع عشر وكل من اعتقدوا أنهم يصنعون التاريخ ولا حاجة بهم لقراءته دفعوا ثمن هذا الوهم ولو قرأوا التاريخ الاعتبروا من دروسه وتداركوا تكرار الأخطاء لأنه ما من تجربة على هذه الأرض غير مسبوقة ويخطئ من يعتقد أنه أول من غن أو كتب أو ظن بأنه آدم المعرفة والهدف من مقاربات كهذه هو تذكير الإنسان سواء كان قائدا أو فيلسوفا أو فنانا بأن هناك من سبقوه وعبدوا له الطريق وكم كان عن ترة العبسي حصيفا وحرا حين قال هل غادر شعراء من متردم وكأنه يقول ليس لدي سوى القليل لأقوله بعد كل هؤلاء السابقين إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية بخصوص التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني القوات الحكومية تمشط مناطق غرب تعز وجنوب الحديدة ووصول تعزيزات من عدن وقال الموقع إن القوات الحكومية مشطت بإسناد من مقاتلات ومروحيات التحالف العربي الذي تقوده السعودية جيوب ومواقع للحوثيين في مزارع غرب تعز وجنوب الحديدة على الساحل الغربي لليمن قال مصدر عسكري للمصدر أونلاين إن القوات الحكومية مشطت جيوب الحوثيين بين مديريتين موزع والمخاء غرب تعز تزامنا مع تطهير مزارع شرق الخوخة محاذية لمديرية حيس جنوب الحديدة وبحسب المصدر فإن القوات الحكومية تواصل سد الثغرات التي يتسلل منها عناصر الحوثيين باتجاه الخط الساحلي الرابطي بين تعز والحديدة قال قائد محور صعدة العميد الركن عبيد الأثلة إن قوات الجيش الوطني تمكنت من الوصول إلى أولى مديريات الجوف من جهة محافظة صعدة وتحضر حاليا للعديد من المفاجآت خلال الأيام القادمة قال موقع الصحوانيت استنادا إلى تصريحات العميد الأثلة إن قوات الجيش الوطني وصلت إلى أولى مناطق مديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف عقب تحرير وتمشيط مساحات صحراوية واسعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الأجاشر بمديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة وأكد أن الميليشية الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأصبح وضعها في انهيار مستمر يوما بعد يوم عن مدينة تضحي كل يوم بفلذات أكبادها في سبيل الحرية والكرامة عن مدينة لا يمكن أن تختفي في الظل كتبت ثري عبد الكريم نعمان مقالها المنشور في الموقع التغيير نت مضيفة في أجزاء من المقال إن أردنا الحديث عن الأمل علينا أولا تحديد معالم الطريق التي نسلك وإن وجدنا المعالم تمسكنا بها وسرنا على أضوائها ولا بأس إن كان الثمن باهضا فمدينتنا تقدم كل يوم من الدماء أزكاها ولا أغلى ولا أثمن مما تقدمه تعز ها أنتم تفدونها بأرواحكم وها نحن نبكيكم ونبكيها وندعو بقلوب مؤمنة وخالصة على أمل توحيد الصف والرؤى وتصويب هدف واحد يليه النصر والخلاص نقف على باب الأمل وجميعنا لا يعلم متى وأين تكون نقطة الخلاص نتناول من الصبر أمره وبصيص من الأمل يخالج أرواحنا وهاهم الرجال مرابطون لم ولن يبخلوا بأرواحهم ومنحته التاريخ على جدران النضال وعلى مدى عقود مضت عن تعز خاصة والبلد عامة شاهد على الإرادة الصلبة لشعبه ومهما قست الظروف ومهما خانوها ومهما ظلموها ودمروها ما زالت تلقن الجميع دروس الكرامة والصبر نستيقظ كل صباح جديد وأمامنا الجديد من مزاياها ومناقبها الحميدة إنها أرض الحالمين فقولوا لهم إن قذائف الموت التي توجهونها على منازل الأبرياء تصنع ألف مقاوم التضحيات التي تقدمها مدينتنا ليست تضحيات فارغة الدلالة وإن وراء ذلك سرا عظيما مرتبطا بالحياة وإنها لنا كثالث الماء والهواء عليهم أن يعوا أسباب صمودها عسى أن يدركون أننا ندافع عن أمنا وأختنا وأرضنا وعرضنا تلبست حالة من الإحساس بالنصر ميليشيا الحوثي في صنعاء وبدأت تصرفاتها مرتبكة وهي تقدم على خطوة تعتقد أنها تمنحها شرعية وعنونت صحيفة الأيام بدء حوثنة المؤتمر بإرغام خمسة وزراء مؤتمرين على حضور اجتماع للحكومة قالت الصحيفة شرعت ميليشيات الحوثي في الضغط لعقد جلسة لمجلس اللواب بصنعاء في خطوة عدها مراقبون محاولة للتفرد بذرائع قانونية وتشريعية ورقبية في مجلس يمثل غالبيته برلمانيون مؤتمريون يأتي ذلك في أعقاب بدء الميليشيات حوثنة المؤتمر الشعبي العام بإرغام خمسة وزراء من المؤتمر بحكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا على حضور اجتماع حكومي في ظل غياب ثلاثة آخرين وقال عضو في مجلس النواب إن الجماعة أمرت رئيس البرلمان يحيى الراعي بعقد جلسة للنواب وأن الراعي وجهت دعوة لكل النواب الموجودين في مناطق حكم الميليشيات لحضور الجلسة وأغلبيتهم نواب عن حزب المؤتمر الشعبي وأضافت الأيام تسعى الجماعة لوراثة تركة صالح الساء الرئيس السابق صالح وحزبه لاستخدام مجلس النواب وقودا لاستمرارهم في إدارة المناطق التي تسيطر عليها أينما وجدت ميليشيا الحوثي وجد القتل والتهجير ووفقا لموقع الاشتراك نت فإن الميليشيات الحوثية تهجر قصرا مئات الأسر من عزلة الهامل بموزع قال الموقع إن ميليشيات الحوثي الانقلابية هجرت مئات الأسر قصرا من منازلها في منطقة الهامل بمديرية موزع غرب محافظة تعز وقال هلال هائل وهو أحد الوجاهات في موزع إن مئات الأسر هجرتها الميليشيات الانقلابية قصرا من منطقة الهامل وتمركزت في منازلها وحولتها إلى ثقنات عسكرية وأكد هائل أن 1500 أسر هجرت من قرى الرابصية والكنبة والمرة والدربعة وعدد من القرى الأخرى في عزلة الهامل بمديرية موزع وأضف هائل أن الميليشيات الانقلابية منعت الأهالي من استحاب متاعهم وأضحوا مشردين لا يجدون ما يقتاتون عليه ويعيشون في العراء ولم يلتفت إليهم أحد وقبل أن نطالع أهم تدولة الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد اتهم موقع انترسبت الأمريكي سفير واشنطن لدى اليمن بالوقوف وراء فشل ثلاث جولات لمحادثات السلام بين الحكومة المعترف بها دوليا والمسلحين الحوثيين ونقل الموقع في تقرير المعلومات عن ستة من كبار المسؤولين الأمريكيين في الخارجية والبيت الأبيض وأشار إلى أن ماثيو تولر يتمتع بسياسة القبول ثم الرفض ويؤيد بشكل مطلق السعودية والحكومة المعترف بها دوليا وقال التقرير الذي ترجمه موقع يمن منتر إن واحدة من ليالي منتصف أغسطس قصفت طائرات التحالف العربي أربع رافعات لنقل البضائع في ميناء الحديدة غرب ميناء الحديدة وتشكل الحديدة التي تتشبث على شاطئ البحر الأحمر نقطة دخول لما يقرب من ثمانين بالمئة من الأغذية المستوردة في اليمن ما أدى إلى تباطئ التدفق البضائع إليه وسارع المجتمع الدولي إلى رد أو درء المجاعة المتوقعة وتبرعت الحكومة الأمريكية بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف دولار لبرنامج الغذاء العالمي لشراء رافعات جديدة واستغرقت أشهرا للوصول لكن بمجرد وصولها أبعد التحالف سفينة الشحن وأعادها إلى دبي واتهمت منظمات الإغاثة التحالف باتباع استراتيجية متعمدة للتجويع ما أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في هذا القرن وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة دفعت ثمن الرافعات عارض دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى تسليمها وقال ماثيو تولار السفير الأمريكي في اليمن إنه لا جدوى من تسليم المعدات لأنه إن لم تدمرها إن لم يتم تدميرها من خلال قنابل التحالف فسيتم تدميرها من الحوثيين أو عبر هجوم عسكري في المستقبل لدولة الإمارات تم تسليم الرافعات في نهاية المطاف على الرغم من اعتراضات تولار ولكن وفقا لمسؤولين حاليين وسابقين في مزارة الخارجية الأمريكية كان هذا التراجع سمة من سمة تولار الذي غالبا ما يتخذ مواقف متعاطفة مع السعوديين المعادين للحوثيين بصفة الارتباط الدبلوماسي الأمريكي الرئيسي مع التحالف السعودي وإلى صحيفة القدس العربي والتي عنونت في إحدى صفحاتها الحوثيون يعينون وزيرا للداخلية بعد اختفاء الوزير السابق المقربي من صالح قالت الصحيفة إن جماعة الحوثي عينت وزيرا للداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا بعد اختفاء الوزير السابق المقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقالت وكالة سبأ الخاضع للحوثيين إن قرارا من الميليشية صدر بتعيين العميد عبد الحكيم الماوري وزيرا للداخلية ويرقى إلى رتبة لواء ويأتي تعيين الماوري بعد اختفاء الوزير السابق اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي منذ اندلاع المعارك في صنعاء بين الحوثيين وقوات صالح تتابع الصحيفة لا يزال مصير القوسي مجهولا وسط أنباء تشير إلى مقتله مع قيادات عسكرية مقربة من صالح فيما لم يعلن الحوثيون عن مصيره يفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه صانع سلام لكن قراره نقل موقع السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى مدينة القدس سيفرز خاسرين وحسب لقد حان الوقت لأن تتولى أوروبا الدور القيادي في عملية السلام في الشرق الأوسط هكذا بدأ جوليان فون المقالة الذي ترجمه عبدالرحمن الحسيني وأعادت صحيفة الغدي نشره لم يحب صهينات القدس أبدا كان في دور هيرتزل والد الصهيونية قد حلم بعاصمة في شمال فلسطين على سفوح جبل الكرمل الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط ولم يكن ينطوي سوى على الاجتراء للحائط الغربي المبكى أو البراق في القدس وكتب ذات مرة قائلا يا لها من خرافات ويا له من تعصب على كلا الجانبين صب رئيس دونالد ترامب دلوا كبيرا من الوقود على نار هذا الصراع يوم الأربعاء الماضي عندما أعلن أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس رسميا عاصمة لإسرائيل لم يرى أي بلد أنه من المناسب وضع سفارته في القدس لأن المجتمع الدولي كان قد اتفق في اجتماع غير اعتيادي على أن الموضوع المتعلق بعاصمة إسرائيل يجب أن يحل في إطار اتفاق سلام رسمي فبعد كل شيء يعتبر الفلسطينيون القدسة أو على الأقل القسم الشرقي منها عاصمتهم المستقبلية وهم يشكلون تقريبا ثلثة عدد مواطني المدينة وكان موضوع القدس دائما واحدة من أكثر القضايا التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط تعقيدا وهو ما يفسر تركها خارج المفاوضات المتعلقة بخطة السلام حتى الآن ومع ذلك وضع دونالد ترامب العربة أمام الحصان الآن واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأنه كان قد وعد بذلك في حملته الانتخابية وهو تحرك أخرى وقد أعطى ترامب لنيتنياهو هدية لطالما تاق إليها من دون أن يطلب منه تقديم أي شيء في المقابل وأن يدعي ترامب بعد ذلك بأن خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هي شرط ضروري لإحراز السلام فذلك عرض واضح لعجرفة الرئيس الأمريكي رثاء القدس نشرت صحيفة الفاينانشيل تايمز تقريرا لإريكا سلمان تناولت فيه رثاء مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين للقدس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصمة أو أعلانها عاصمة لإسرائيل وفي مقابلة أجرتها مع جمال أبو إسماعيل وهو فلسطيني يعيش في مخيم شاتيلة في لبنان أكد أنه خسر حلمه بالعودة إلى موطنه وأضاف لدي خبرة كافية في الحياة وقناعة راسخة بأن إسرائيل تفعل ما تريده مشيرا إلى أنه يعيش بيومه ولا يقدر على القيام بشيء وكذلك باقي الدول العربية وأوضح أبو إسماعيل أنه شاهد وهو طفل صغير العديد من أفراد عائلته وهم يصطفون على أحد الجدران فيما يطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم وذلك خلال حرب 48 التي أدت إلى تهجير نحو 70 ألف فلسطيني وفي لقاء آخر أجرته كاتبة التقرير مع أبو خضر 80 عاما أو يبلغ 80 عاما قال إن الإسرائيليين أخذوا منا فلسطين واليوم يأخذون من القدس مضيفا أن على الأمريكيين التراجع عن قراره بالمتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأردف ما الذي يريدون فعله ليومين متتاليين يتصدر خبر من اليابان الأخبار المنوعة على شبكة البي بي سي ويقول العنوان ياباني يقيم حفلا بعد علمه باستحالة شفائه من السرطان قالت الشبكة أقام رجل أعمال ياباني يبلغ من العمر 80 عاما حفلة ضخمة ليشكر عددا من الناس ويودعهم بعد تشخيص إصابته بسرطان لا يمكن الشفاء منه ودعا ساتورو أنزاكي الألف شخص بينهم أصدقاؤه وزملائه وزملاء دراسته السابقون وشركاؤه التجاريون وموظفوه إلى الحفلة التي أقامها وفي شهر أكتوبر الماضي تم تشخيص إصابة أنازكي الرئيس السابق لعملاق التكنولوجيا كوماتسو بسرطان المثانة وقال للصحفيين بعد الحفلة سعيد بأنني تمكنت من تقديم الشكر للناس الذين قابلتهم في حياتي ورفض ساتورو العلاج بسبب أعراضه الجانبية لأنه يريد أن يستمتع بما تبقى من حياته وقال أحد موظفيه السابقين كانت حفلة جميلة أنا أعاني من مرض بدوري وقد جعلتني الحفلة أفكر في كيفية قضاء ما تبقى من حياتي باعتبارها واحدة من أولى الدول التي تتبنى المسيحية فإن لأثيوبيا إرثا من الكنائس والأديرة التي بنيت على قيمة قمم التلال أو تنبثق من وجوه الهاوية فضلا عن تقاليد العبادة يتم الاحتفال بهذه في كتاب إثيوبيا الكنائس الحية للمملكة القديمة وقد استعرضت صحيفة الجارديان أهم الصور الواردة في الكتاب نعرضها في جولتنا المصورة ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة